الوضع المسيحي، انتي خبيراً يا إستاذ وليد، ما في شك إنه الميليشيات المسيحية لهن القوات اللبنانية. لأنه بنشور لليليشيات كلها مسيحيةين. بعدك بائيم الميليشيات؟ تحول القوات اللبنانية. إلى حزب سياسي. بعدك عم تحكي عنه كميليشيا؟ ميليشيا حزب الله وميليشيا اشتراكي وميليشيا بيه برب. ومنوش ميليشيا، كله ميليشيا. هذا هوني في معن في معن مثل ما معن كل اللبنانيين بسبب سلاح بس منهم ميليشيا بمعنى انه مثل حزب الله أوكي فاتوا على البرلمان أوكي ماشي حال ما بدنا نفوت فيها بس انه المسيحيين هوني انه شو بدون يعملون ربحوا بالانتخابات ربح جعجع وهذا شو بدون يعملون بدون نضلوا بالطائف يلي هو بثلاث روس ووصلنا لهون أو بديرجع على ثلاثة واربع هلأ الطائف وصلنا هون هو الطائف طائف ما بيسوا من اساسه شي ماذا تطبق الطائف وما في دولة ما فيكش تطبق الطائف هيدا الطائف ثلاثة وصار وواحد مسيحي وواحد ثني وواحد شيعي عبيسره لبنان وما فيك تحكم واحد لانه بسفة ضد هاي الطائفة وضد هاي الطائفة بدك عقد اجتماعي جديد أبدا وهيدا العقدة الاجتماعي الجديد بدنا نكون منا تحت الاحتلال الايراني لحتى نقدر كدود بنانيين مع بعضنا من الند إلى الند ونشوف تاريخنا انه تاريخنا دوان وصلنا